مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناتكم اقتصاد أحمص حلقتنا اليوم هي بداية سلسلة جديدة ومختلفة عن فيديوهاتنا اليومية وتركيزها الأساسي هو بناء الثروات وتحقيق حلم الثراء وبكل حلقة رح نحكي عن واحد من مليارديرات العرب واللي قدروا يحققوا الحلم اللي أغلبنا بيحلم فيه وراح تكون مصدر إلهام مهم لأي شخص حابب يكون ثروة ويتعلم من تجارب الناس يلي سبته يا ترى شو هي العوامل اللي بتخليك تبني ثروة وهل فعلا الثراء هو الشي وراثي وابن الغني رح يكون غني وابن الفقير رح يضل فقير وإذا الجواب كان لأ شو هي الشروط اللي بتحتاجها لتصير واحد من الأغنياء كل هادو أكتر رح نتعرف عليه بحلقة اليوم ورح نعرف كيف تاني أغنى عائلة بمصر وواحدة من أغنى عائلات الوطن العربي وصلت لثروتها لهيك جاهز كبايت القهوة تبعك وعطيني من وقتك عشر دقايق لنحكي قصة عائلة منصور وكيف قدرت تحقق ثروة بتوصل لستة مليار دولار ببداية الخمسينات كانت عائلة منصور هي واحدة من أغنى عائلات مصر وسبب الثروة الكبيرة اللي بتمتلكها العيلة كان بيرجع للأب لطفي منصور واللي كان أكبر تجار القطن وبسبب ثراء لطفي قرر يبعث ولاده يدرسوا بأمريكا بأواخر الخمسينات بس ببداية الستينات وخلال فترة حكم جمال عبد الناصر مصر تأثرت بالفكرة الاشتراكي السوفيتي وهذا اللي خلى عبد الناصر يأمم عدد كبير من الشركات الخاصة واللي شركة لطفي منصور كانت واحدة منهم وبيوم وليلة لطفي منصور تحول من مليونير لشخص ما بيمتلك أي ثروة والحكومة المصرية بوقتها بعد تأميم شركته صرفت له راتب 70 جنيه شهريا ليعيش منه وهذا اللي خلاه يفقد القدرة على تحمل مصاريف ولاده لهيك اضطر الابن محمد منصور بهذا الوقت يشتغل نادل بمطعم بيتزا لحتى يغطي مصاريفه ومصاريف دراسته وعاش الابن اللي مدلل واللي متعود على الثراء ظروف قاسية جدا خلته بوقت من الأوقات يحس انه هاد الفقر رح يرافق كل عمره بس مع أواخر الستينات ووصول الرئيس السادات للسلطة وافق السادات على طلب عائلة منصور بأعادة شركتهم وأموالهم اللي حجزت عليها الدولة ورجعت ثروة الأبلط في منصور مرة تانية وبنفس الوقت اجا ابن محمد منصور بعد ما درس الهندسة وإدارة الأعمال بالولايات المتحدة وطبعا الظروف اللي عانى منها محمد خلال فترة دراسته كانت مأثرة فيه بشكل كبير وهذا اللي خلاه يخطط ليكون واحد من أغنياء العالم والسؤال هون كيف قدر منصور يكون واحد من أغنياء مصر والعالم لأنه على الرغم من عودة ثروات العائلة تجارة القطن لحالب عمره ما رح تكون كافية لتخليه وصل لحلمه وعرف منصور أنه لازم ينوع استثماراته ومصادر دخله إذا بده يكون من أثرياء العالم وهي أهم نصيحة ممكن تسمعها من أي رجل أعمال كل أثرياء العالم عندهم استثمارات كتيرة ومتنوعة وببعض الأوقات ممكن هاي الاستثمارات تكون بأكتر من مئة مجال مختلفين ولتقدر توصل للثراع عن جد وتسجل اسمك بين أغنياء العالم لازم تتعلم مهارة إدارة الأموال وهي المهارة اللي استخدمها محمد منصور لبناء ثروته وبعد ما رجع من أمريكا على مصر قدر منصور ينوع استثماراته بشكل كبير والبداية كانت لما أخذ وكالة شركة جنرال موتورز وبعدها قدر منصور ياخذ وكالات شركات تانية مثل شيفرليت وغيرة وهون لازم نوقف شوي الاستثمار بعدد كبير من المجالات هو شي صعب أكيد لأنه من المستحيل أنك تمتلك خبرة بكل المجالات لهيك أهم مهارة لازم تتعلمها كشخص حابب يوصل للثراع هي أنك تتعلم إدارة الأموال وتقدر تقيم كل بزنس وفرص نجاحه بشكل صحيح وهذا اللي قدر منصور يتعلمه ويستغله أحسن استغلال ونوع استثماراته بمختلف المجالات ومختلف الدول على الرغم من أنه أكيد ما بيمتلك الخبرة بكل هالمجالات وتاني شي لازم يكون موجود عندك كشخص حابب يبني ثروة هو الجهوزية لاستغلال الفرصة بناء الثروة بيعتمد بشكل أساسي على استغلال الفرص لأنه ممكن الفرصة تكون قدامك وصل لها سنين بس أنت ما عم تستغلى لأنه ما عندك الجهوزية وهي أكبر المشاكل اللي بتخلي ناس كتير تضيع على حالة فرص عملاقة يعني ممكن أنت وعب تشوفني هلأ عندك فكرة بتجيب مليارات الدولارات بس عب تستنى الوقت المناسب واللي بعمره ما رح يجي أو ممكن تشوف الفرصة بس تتركها لشخص تاني لأنك شايف أنك ما بتمتلك الخبرة الكافية لاستغلال هاي الفرصة أو أسباب شخصية ممكن تمنعك من استغلال هالفرصة واستغلال الفرص هو واحد من أهم العوامل اللي سمحت لمحمد منصور يوصل للمكان اللي هو فيه اليوم مجالات كتير دخل فيه منصور على الرغم من أنه ما كان بيمتلك الخبرة بس خبرته الكبيرة باقتناص الفرص سمحت له يستغل كل فرصة ممكنة ويفوت باستثمارات هو ما بيمتلك فيه أي خبرة لأنه شايف أنه هذا الاستثمار رح يكون المستقبل ومو بس منصور على فكرة أغلب رجال الأعمال الكبار بالسنين الأخيرة توجهوا للتكنولوجيا على الرغم من أنه كتير منهم عمره كبير وخبرته بالتكنولوجيا أقل من خبر الطفل عنده 13 سنة والسبب ببساطة أنه أغلب الفرص الكبيرة اليوم موجودة بمجال التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا هي أكتر شركات بتنمو بسرعة وبيتحقق ثروة طيب بما أنه مستحيل تمتلك خبرة بكل المجالة بس لازم تستغل كل الفرص الموجودة فكيف بدك تضمن أنك تنجح أو على الأقل تعلي فرصك بالنجاح وأنت ما بتمتلك خبرة إجابة هذا السؤال هي الثالث نصيحة معنا لحلقة اليوم ووحدة من أساسيات نجاح رجال الأعمال بتحقيق الثروة والجواب هو بناء فريق على الرغم من أنه منصور ما كان بيمتلك الخبرة بكل المجالات بس كان بيمتلك فريق من الناس اللي بيوثق فيهم وأهمهم هنن إخواته إسماعيل ويوسف إسماعيل ويوسف تسلقوا مع محمد سلم النجاح من أول خطواته وبكل مجال كانوا يدخلوا فيه كانوا يبنوا فريق يوثقوا فيه لإدارة المشروع أو الاستثمار وعلى الرغم من أنه يوسف وإسماعيل هنن أكتر ناس وثق فيه منصور خلال رحلته بس الأكيد أنه كان فيه إسماء كتير تانية معرفنا عنه شيء وبناء فريق مناسب هو أهم خطوة لنجاح أي مشروع لتقدر تبني فريق ناجح لازم أول شيء يكون فيه ثقة متبادلة بينكن ولازم كل شخص بالفريق يكون مؤمن بحلمك ومؤمن فيك بالمقام الأول وهذا على الرغم من أنه بيبان سهل جدا إلا أنه من أصعب الخطوات وبياخد جهد كبير لازم كل شخص بفريقك يكون بينك وبينه علاقة بتتخطى العمل لأنه أي شيء ممكن يأثر على حياته الشخصية رح يأثر عليك وعلى شغلك لازم دائما تخصص وقت لتسأل عن أعضاء فريقك وتوفر لهم بيئة مناسبة للعمل بدون ما تحملهم ضغوط فوق طاقتهم التعامل مع فريق وتوفير بيئة عمل مناسبة بيختلفوا من شخص للتاني وبيختلفوا على حسب طبيعة الأشخاص اللي معك بالفريق والاختلافات الفردية بين شخص والتاني بس الأكيد أنك لازم تخصص وقت ومجهود لمتابعة أحوال فريقك الشخصية مو بس أحوال البزنس ولازم تكون ذكاء عاطفي يسمح لك تبني ثقة متبادلة بينك وبين أعضاء فريقك وتختار الأشخاص المؤمنة برؤيتك لأنه رح يكونوا جزء منها بالنهاية وعلى الرغم من أنه محمد منصور ما كان فقير إلا أنه الإنجازات يلي حققها سببها الرئيسي كان العمل والجهد والخبرات اللي اكتسبها وأي شخص حابب يكون من أصحاب الثروات لازم يكون خبرات ويشتغل بكل طاقته لحتى يحقق حلمه وعلى الرغم من أنه الطريق أصعب على الشخص يلي رح يبدأ من الصفر أو حتى تحت الصفر أحيانا بس السببب الرئيسي ببناء ثروات الأغنياء هو الجهد والعمل وفي أمثلة كتير لناس بدأت من الصفر وحققت ثروات أكبر حتى من ثروة محمد منصور ولتعرف قصصهم ولتتعلم من تجاربهم لازم تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس لتوصلك فيديوهاتنا الجديدة واللي رح تحمل قصص أهم أغنياء العرب واللي جزء كبير منهم بدأ من تحت الصفر حرفيا واليوم موصل ليكون واحد من أغنى أغنياء العالم إذا عجبتكن الحلقة ما تنسوا تدعمونا بلايك وتكتبونا بالكومنت من المليارديرات اللي حابين نحكي عننون بفيديوهاتنا الجاية